كما ترى هل يفعلون إيه؟ إن شاء الله سنشرح الـ Procedure Closed Wound هو Procedure Closed Wound و Open Wound هو نفس Procedure Typical هناك حاجات بسيطة جداً وحوالي كم طريقة بسيطة جداً ممكن أن نقولهم ونشرح الـ Closed Wound لكن سنشرح الـ Closed Wound الـ Steps تلك دي تمكن تقراها لكن لا يوجد أي شيء أصلاً فهم شيء بالنسبة لنا هو Closed Wound أول شيء طبعاً نحن نعرفين بنامجة اسمها Assessment بنعمل Planning بنعمل حاجة اسمها Implantation وبنعمل Evaluation وبنعمل كده بنعمل إيه؟ أول شيء بتعمل Assessment بتروح عند الـ Patient Profile نشوف اسمه رباعي Full Name اسمه رباعي نشوف التشخيص بتاعه إيه؟ وتشوف الـ Name of Operation اسم العملية تمام؟ Post Operative Day يعني هو بقى له كم يوم عامل العملية كل الحاجات دي سهلة يبقى اسمه رباعي تشخيصه اسم العملية إيه؟ بقى له كم يوم بعد العملية ليه بقى له كم يوم بعد العملية؟ لأن احنا أخذنا المراحب بتاعت الـ Wound Healing فأنا أكون متوقع أشوف الجرحة إيه؟ لو أردته حاجة أبنورمال غير إحنا كنا نأخذينها يعني مثلا لديه Inflammation تمام؟ في الوقت ده مرفعش يكون في Inflammation مثلا هو مفوردي يكون في الحارة تمام؟ طيب فاخلي بالي في محدة الـ Post Operative Dation دي مهم تمام؟ تمام أنا هروح أعمل إيه؟ هروح أعمل Dressing أبقى لازم أبص على الدكتور أوردر داعت Dressing شوف هل الغير ده هيتغير كم مرة؟ هيتغير كم مرة؟ هيتغير كم مرة؟ تمام؟ هل هغير يوم أو يوم؟ لا هل هغير كل يوم؟ هل هغير كل 12 ساعة؟ يعني يصبحوا بالليل؟ هل هغير ثلاث مرات في اليوم؟ كم مرة؟ تمام؟ هل هستخدم أي specific solution؟ أو أي حاجة هستخدمها specific يعني؟ تمام؟ زي مثلا الحاجة اللي احنا أخذناها بكده اللي هو حامد الخليك والجلسرين أي حاجة سبسافيك معينة هستخدمها؟ هستخدمها أو لا؟ تمام؟ بيبقى مكتوبة في دكتور أوردر كمان بشوف لو في أي هشيل أي سورجر أو هشيل أي درين تمام؟ يبقى خلاص شيكت على الاسم الرباعي الـ Diagnosis و الـ Operation و الـ Post-Operative Day بشيك على دكتور أوردر بتاع الـ OneDK لانا كده كده هعمل الـ OneDK هكتب لي ايه؟ هكتب لي هتغير كم مرة هتستخدم أي سبسافيك سيليوشن أو طريقة الغير هتبقى إيه؟ أو أن انا هشيل أي سورجر أو هشيل أي درين ده بالنسبة للـ Assessment تمام؟ شكراً هنعمل بقى Planning تدي بقى نحضر نعمل Preparation للـ Procedure بتاعني تمام؟ أول حاجة وأهم حاجة هو الـ Hand Hygiene هتدي تتجاهز أي حاجة تعمل ايه؟ Hand Hygiene وتلبس الـ PBI تمام؟ Hand Hygiene دي عليها كم درجة؟ درجتين؟ فتخلى بالك منها أول حاجة تعمل Hand Hygiene تروح تنظف وتخسل كده الترولي اللي هو الترابيزة بتاعتك تمام؟ 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 حاجة دي طبعا تددي من فوق وكده تنزل تحته وكده تنظف الترابزين اللي هي الحواب بتاعت الترابيزة قالك باستخدام Musing Single Strokes تمام؟ يعني One Direction كده وكده ترميها وكده ترميل أو تتنيها لو هي تاول مثلا كده يعني طيب تتجي بقى تجمع وكده تنزل وكده تنزل سابلايز اللي هو زي الشاش والقطن طب الحاجات تتخلص لكن الاخيومينت زي مين؟ زي تري تري دي اكيومينت زي زي اللي هو الموسكيتو أو اللي هو الأرطري الأرطري فورسيبس حاجات دي كلها اسمها اكيومينت الترابيزة اسمها اكيومينت لكن السابلايز زي مين؟ زي نورمال سلاين اللي هو نورمال سلاين تسع في المية بدادين عشر في المية وهكذا يبقى تحضر تري تري دي يكون فيها نورمال سلاين تسع عشر في المية بدادين ولازم طبعا تكون مشاهقة تريد الانتكلم دلوقتي عليها يعني؟ تكون جاب بلاستر اسمها تحيسف تاب بلاستيك باك رابر شيت جلابز ماسك أي حاجة للماتيريال فور هاند هيجين زي الألقوحول تمام؟ وبروتاكتيف ايه؟ بيرسونال بروتاكتيف ايكمينت خلاص؟ ده كده بالنسبة يبقى انا اول حاجة عملت ايه؟ في البلاننج خسلت ايدي؟ رحت نظفت الترابيزة وحضت عليها الويكمينتالين وتاب değişمى تمام؟ طيب هتدت اعمل ايه ثاني بقى؟ هتبتتي بقى اتأكد ان الويكمينتالين استراليزيشان هتدت اكد ان ايه؟ هي انا اقولتها هتدريسنج هتدت اكد ان الدريسنج ده باكد تدريسنج استرايل وان البرصبر واكد اللي هو الارت رصبر ده استرايل الباكد بتاع استرايل فبدو تتأكد ان البيوتين اللي هو الباكدين ده هتأكد ازاي تعمل حاجة اسمها يعني يعني تشوفوا كده منظره العام عمل ازاي تشيك عال تشيك عال الباكت ده بيبقى اكتب عالي اكتب عالي اللي هو تاريخ التعيين وتاريخ الانتهاء التعيين في الغالي بيوا 28 يوم الآلة او الحاجة يعني حسب الماكت اللي هيخش فيها الماكت اللي هيخش فيها الماكت اللي هيخش فيها يبقى الانتجريتي هتأكسس هتشيك على الباكتج تمام اللي هي الحواب بتاع الباكتج متبقاش مفتوحة او حاجة لان طبعا لو مفتوحة او كده هتبقى طبعا ايه التعيين بتاعها انتبقى انتبقى حاجة متاعها ما اعكيد اه تعرف بقى على البيشانت تاعك عشان تقليد خليه معاك اقول له حضرتك استاذ السيد محمد علي احمد كده قلت اسمه رباقي هقول له هاي استاذ السيد محمد احمد علي هقول له طب بعد قصدك ممكن اشوف في ايدك هتلاقي بقى اسمه مكتوب رباقي لازم نشاجع حاجة تانية غير الحاجة اللي ما بتبقى في ايده دي اللي هو بس انتقول له ايه كده عشان يبقى برضو يبقى فيه يبقى حاسب برضو فاسة المكان يبقى لازم حاجتين عشان تعرف بقى المريض اسمه رباقي وحاجة تانية خلاص تعرفوا بقى على نفسك او انا مستر محمد من كلية التمريد كي اعمل اهو بقى اشرح البروستجر بتاعي تمام؟ اقول له حضرتك احنا بس قبل ما اشرح للبروستجر نازم اقول له حضرتك جاهز ان احنا نعمل الغيار تمام؟ انا طبعا هقول لي لأ لنسة اكل لو هو طبعا لنسة اكل مش هينفع استنى حوالي نص ساعة او ساعة فكده اجيله يبقى بعمل ده قبل الاكل او بعد الاكل نص ساعة تمام؟ بشايك اقول لي مثلا انا حاسس ببين اعمل طبعا مهم جدا اعمل تمام؟ لان عن طريق اللي هو الفيجول مش النمبر مش النمبر ليه؟ الفيجول طبعا لو النمبر هيقول لك عشرة تسعة تمانية لكن الفيجول لا انت بتجيب له ورقة وهو ترسم له خط تقول له دي بتاية القلم وده نهاية القلم حراك انا موجود يعني علمني احطي لي كده نقطة او خط عند الحتة اللي انت حاسس ان الالم موجود فيه تمام؟ بس هيبتدي ان هو يحط لك الخط فانت بتجيب المسطرة وتقيس او هنا وتكون طبعا نرسم الخط ده بعشرة سنتي او ده هنا كده اربعة سنتي لا ده كده تلتة سنتي ده كده ميلد بين ده كده مودريد بين كده تمام؟ assist تمام؟ ما فيش مشكلة انا لسه هبتدي اكل فخلاص هتدي تعمل البروستجر بتاعك تشعروا بقى البروستجر يقول له هنعمل غيار وغيار ده ان شاء الله هيقلل من لو فيه قلم هيقلل من الالم الكلام ده كله تمام؟ وطبعا لو فيها انالجزية او فيها اي حاجة تدي تدهيله طبعا لو هولي علاجات يعني مسكن او حاجة تدي تدهيله قبل الغيار بحوالي نص ساعة او ساعة شتدي انه يشتغل اه دي دينك تشيك على البروستجر يلي هو بعينك كده انت لسه ما لبسش غلابز ولا اي حاجة بتشيك بعينك كده على شكل الدرسنج كده عامل ازاي انت بتتكلم معايا كده يعني هل طب وريني كده الغيار القديم عامل ازاي خد شوف بقى فيه اي تسجر مهم او كلمة تسجر او فيه تشوف كمين الفيكسيش هل الدرسنج ده موجود في مكان او او متحرك صحي كده؟ يبقى وانت واقف كده بتتعرف على البروستجر بتعرف البروستجر على نفسك تشعر على البروستجر تقوله ان انت جاهز ولا لا بتشوف في درجة البين كلها حاجات ايه؟ نظرية كده لو انت واقف تتكلم مع المريض مش اكتر تمام؟ وتشيك على البروستجر الموجود دلوقتي وتشوف فيه اي اي تسجر او الفيكسيشن كده عملنا بلاينينج يبقى عملنا بلاينينج اللي ايه؟ اعتقد الاساسيسمان دي سهلة قوي انت شفت الفول نيم شفت الاول حاجة شفت ايه؟ اسمه رباعدة العملية وشيك طبعا احنا هننعمل هشيك على الواندكين هنغير كم مرة هنستخدم مقايز هنشيل اي سوتشن هنشيل اي درين دي سهلة بقى لهوالتحضير طبعا مهم جدا 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 قبل اي حاجة اعمل ايه؟ والبس البي بي اوال وهننظف الترابيزة التاعتي من فوق ابتدي الاول من فوق كده تحت وهناخد الترابيزين معايا تمام؟ ابتدي ان انا اخطت بتاعتي ايه؟ حضتها بتاعتي لما انا حضرت بتاعتي ما انا لازم اشيك على بتاعها صح؟ تمام؟ اريد شيك على ايه؟ هتشيك على هتشيك على يدي بقى دروح عن دي البي شنط خلاص حدتتح حضرتح حاجة على الترابيزة شيكت على بتاعتها لان ما نفهاش اخذ حاجة او حاجة سواريش. اه? اتعرف على اتعرف على البيشنت واعرفه على نفسي واقول له حالك جاهز ولا اه? طب ترك دل بين ايه لو في بين? واشرح واشيك وانا ماقف كده باشوف بعيني كده الدرسنج عامل ازاي? اللي هو الدرسنج الموجود دلوقتي. اللي هو الغيار الموجود دلوقتي. اللي هو اللي هو الشاشة المحض ببلاستر. شوه هل في اي تستجارش طالعة منه? ليه بقى? او الفيكسيشن لين? لان هو طبعا انا في التستجارش طالعة كتير. لابقى هجيب ايه? هجيب شاش كتير. هجيب درسنج كتير معي. هجيب قطني كتير وانا جاي. ليه? لان انا خلاص هشتغل لجرحك بيه. لكن اللي عيد مفيش تستجارش خلاص. طبعا انا هجيب حاجات كتير ليه? ما هو مفيش اصلا تستجارش طالعة من جرح. تمام? تتي بقى على على الجد. اللي هو الايه? اللي هو ايه? خلاص? هتشوف ايه في طبعا هتفيجي تعمل طبعا اول حاجة تعمل ايه? بتاقدر بتاعتك لو فيه لو فيه مروحة تقفلها لو فيه سطرة تقفلها لو فيه طبعا ويندو تقفله باب اي حاجة طبعا انت حاجة ايه? طبعا ودي طبعا مهمة جدا احنا عارف لها. مهم بقى الحتة اللي جاية دي وحاجة جديدة هي تحط بقى اللي هي الكيس السبالة دي زي ما بيقولوا الكيس السبالة تكون ايه? تكون تمام? طبعا لازم مهمة جدا ان تكون يعارفين ان هي تكون حجمها مناسب تكون حدها بعيدة عن يعني بدان تعال اوارك صورة كده. اهو بص عامل ازاي? كل اللي فوق ده كل اللي هو الوسط تاعك فوق الوسط كده كل ده. انت مكان بتاعك هنا ده اهو بس انا الجارحة هنا. وانت هديجي توقف هنا. تمام? هنا كده بالزبط. تمام? وهتحط تعدك هنا. هتحط بقى فين ده? هتحطها هنا بالزبط. يبقى انت هنا كده وانت واقف هنا وهتحط فين? هتحطها كده تحت كده هي خلاص. عرفنا نحطها ازاي? تمام. نكمل بقى. يبقى هتحط بعيد عن واعرفت ان واعرفت ان واعرفت ان واعرفت ان واعرفت اهو. بعيد. بقى لك بعيد عن الحتة اللي فوق دي كده. هتحطها تحت كده من تحت خالص. اخر السرير من تحت. وكده لما شفناها في العمل واعرفناه. يبقى هتحط بعيد عن تكون حجمها مناسب طبعا. اجيبش مسلا تكون صغيرة لو كيسة صغيرة لا اكيد يعني تعمل غير كبيرة تجيب كيسة كبيرة. تمام? اه لازم طبعا تتنيها. موما اقول كلمة تانية من فوجة تتنيها طبعا. تمام? وتلزعها بحية بولاستر وتحطها في السرير من تحت كده. تمام? تمام. اساس بقى للباشنط. طبعا هتحط الباشنط في كبيرة. تمام? اكيد. دي بقى حطت كسة زبالة بتاعتي. اه شركت الباشنط بتاع مرتاح وقت في متاعه. حط بقى تانية بس بقى تمام? دي تبقى تحت الوانت. لان انت بقى انت بتغير ممكن شوية محلول ملحية. اوه على السرير. بتادين. شطورت تغير السرير من اول وجديد. لا دي بتحط ودر بروف باد. علشان ان انت لسا ناسو مغير للباشنط تعمل له كير مسلا. شطورت بقى تغير للباشنط تاني وتجيب له ملايا تاني. طب ليه? حط ودر بروف باد. تمام? من واقع اي حاجة عصير. خلاص اي شكرا. حاجة تنتصى. اول ما بتخلاص بتشيلها. تمام? فطبعا بتستخدم اللي هو زي مسلا بطنية كده تغطي مسلا لو انت بتعمل مسلا على بطنه من فوق مسلا فانت بتغطي جزء اللي تحت ده بالاي ببطنية. تمام? اللي هو جزء اللي معنوش ايه وانت. طيب. تعمل بقى لوز. تعدد انك تشيل التاب اللي هو البلاستر اللي موجود على الدرسنج القديم. كل ده وانت بقى اعمل ايه? لسا ما روحتش فتحت اي حاجة استرائي. لسا ما روحتش فتحت اي حاجة استرائي. اتوبك. حضرت البيئة. قفلت السيطير. وكلام ده. وحضرت كسة زيبالة بتاعتي. وحضرت بس متاعه. وحضرت بس تحت الجرح. تمام? وغطيت البوريت بتاعي. وبطيتي ان انا بطيتي ان انا بس اتوبك بس اشيل بس البلاستر اللي موجود في الووند. تمام? اه عن طريق ان انا بستخدم ان انا اثبت سابورت للسكين. وباشيل بالدوم ان انتهد او باشيل اللي هو من خلال ان انا من جوة من جوة كده بحط البلاستر من جوة كده. وببدأت ان اشيل ايه البلاستر بتاعي. تمام? طيب. تمام. بعد كده لازم مهمة جدا الحدة تيها جماعة تقول للبيئة انت بتاعي اوعد اتحرك الحدة اللي فيها وانت ديريا لان طبعا مش عايزه يوقع اللي ايه? الدرسنج اللي اول درسنج دي. مش عايزه يوقع. ده انا بس اتوبك بس باشيل البلاستر تمام? واقول لي باش متحركش ايدك حقوق متحركش الحدة اللي هي فيها الووند اريا. اه وطبعا بتعمل ايه? هاند هايجين. خلاص? ليه هتعمل هاند هايجين هنا لانك هتخدت انك تخش على الحاجة سترايل او اللي هو المجال اللي ايه? المجال المعاكمة. خلاص? هتدي بقى تفتح الحاجات المعاكمة بتاعتك. هتفتح ايه بقى? طبعا اول ما تيجي تقرب على السترايل فيلت خلطول. تعمل فاكريني بتاع الكدني لما قلنا الضغط بيقع الكدني التابع بتقول ايه? هوب هوب. فاكريني الحدة دي. هنا نفس الكلام بالملي. اول ما تيجي تقرب على تقول ايه? هوب هوب على طول تعمل هاند هايجين. تلبس ماسك. تلبس اوورهيت. وتخلي بالك مية في المية في الحتة اللي جاية ديت. لان ديت هو ده الجرح بتاعنا. هو ده اي حاجة مشكلة في السترايل فيلت انت كده هتنقص. ليه? هتنقص قوي بقى ليه? ان الدراجات الكبيرة كلها موجودة هنا. الدراجات الكبيرة كلها موجودة في الحتة اللي جاية دي. فركز. مش نص درجة درجة لا ده درجتين. تلاتة اربعة تلاتة. ركز. ركز. اول حاجة عملنا هاند هايجين. رحنا لبسنا المسك ليه اللي احنا هتغلين على تمام. لبسنا المسك. هنفتح طبعا اوبن اول استرايل باك. مهم جدا تنت تاتش زي انار سيرفز. بس يا باشا. الباكت بيبقى جواه. دريسنج. انت تفتحه من برا. بتلمس الحاجة اللي جوه او هتلمسها بيدك. لما استهق اف تعقيد. شكرا. ما تلمسهاش تاني خلاص. ترميها. ترميها في الووتر بروف باك. خلاص شكرا. لازم تنت تاتش زي انار سيرفز بتاعت الباك. تمام? فتحتها. طبعا لما لديكي تفتح السترايل دريسنج. طبعا بتستخدم ناسبتك تكنيية زي ما احنا قلنا. تمام? وتحطها فين? في السنتر بتاعت ري. السنتر. مهم ما هو بقى الاماكن بقى. يبقى فتحنا السترايل دريسنج. باكت. يبقى الدريسنج محدودة ايه? في باكت. تمام? فتحناها وحطناها فين? وهي موجودة في يعني فتحناها بس من برة. زي ما هي مقفولة. يعني هي مقفولة بس فتحناها بس. وحطناها في السنتر تعتري. طيب. فتحت السترايل دريسنج. هبقى دي بقى دينا افتح السترايل ارتري. استرايل ارتري باكت. تمام? باستخدم ناسي تكنيك برضو. وطبعا بحطه فين? بحطه في ناحية الدوميناند سايت. يبقى بفتح السترايل ارتري باكت. وحطه فين? في الدوميناند سايت. يبقى الاماكن هنا مهمة. فتحناها وحطناها في السنتر. الارتري فتحناها وحطناها في الرايت اللي هو الدوميناند سايت يعني. والأيو داين بقى البداديين هفتحه وحطه في عيد الشمال كده. تمام? تمامي بقى عارفنا فين الاماكن الارتر عليمين انتع ترى الايو داين عالشمال فين في السنتر. بتديدي بقى طبعا كفر. زي ما احنا قلنا ما بتفتحاش على الاخر. انت تتوبك بس تعمل لها بس جزي ايه جده. بتفتحها دا فتحة خفيفة عشان اما تيجي تشتغل فاش تبقى تفتح بايدك بقى تاني. تمام? تبقى ددت بقى هنا هتلبس جلافز. ليه هتلبس جلافز هنا? وهو انت الورد لازم تفكر مش حفظه خلاص. لدي تلبس جلافز انا خلاص فتحت الحاجة المعاكمة بتاعتي. هبدي تلبس جلافز اللي هتلبس جلافز اللي هتلبس الكلين دا. ليه بقى? عشان انا هروح اشيل بايد دريسنج. طب انا ممكن دريسنج يكون في هو القديم. تمام? اللي لسه ما لسه هشيله. انا عملت له بس للتاب. وروحت فتحت عملت هند هايجين وروحت فتحت حاجات الاسطرائل بتاعته. هلبس جلافز وروح اشيل الايه? الولد دريسنج. طبعا ليه ما شلتش يا ليه ما عملتش فوق كده شلت ما عملت لوزنج للبلاستر ما شلتش ليه على طور رميت وخلصت حالي. طبعا انت هروح تفتح تعمل هند هايجين. ديك معاك دقيقة او نص دقيقة اهو. وتروح تفتح الحاجات الباكت بتاعتك معاك نص دقيقة اتاني. ديك معاك دقيقتين مسلا. الدقيق دين دون. انت ساب الجرح تاعتك مفتوح. طبعا عندي هاي ريسك انفكشن. تعملش كده باشا. انت طبعا بتعمل لوزنج للبلاستر. وبعد كده ايه? تروح تفتح تعمل هند هايجين. وتروح تفتح حاجات الاسطرائل بتاعتك. ودي تشيل على طول. ودي تغير على طول بالحاجات بتاعتك مفتوحة. وجرح تاعتك مفتوح في نفس الوقت. تجدها ما ولا عارضت الحاجات دي للرزك ولا عارضت الحاجات دي للرزك. تمام? طيب تلبس جلافز. تشيل اي تشيل اللي هو الالدرسنج بقى هتشيل ازاي بقى? هتمسك بايدك كده. بايدك كده. زي الايه? زي اللي هو عارفين انا عربية اللي هي اللي هي اللي هو الاحجار. انا هنزل كده بايدك كده همسك الحاجر كده. تمام? همسك همسكه كده. بايدك اللي فيها جلافز. بشوف اساس للاماوت. حاج مؤدئين. نوعه. لونه. حال في اي ريحة طالعة. حال اي في افرازات طالعة ولا لا. في الدرسنج ده. ودي دي عامل ايه? هشيل. هو الدرسنج مرميتهوش. درسنج ايه? اللي في ايدي اللي وازل يبسك. لابس élاجلة وامسك الدرسنج ده الماردل ماهاه. اللي هو القديم. هبتدي بقى اقلع لعدة وانا يبسك الايه? ايه سوري. هبتدي اقلع عالجلوفز? وانا يبسك الدرسنج. يعني وانا بتكلبش في الدرسنج كده. بابتدي اقلع عالجلوفز. أقلع عالجلوفز وارميه بقى. خلاص شكرا. تمام? انا كده بقى قدامي الجرح هسيبه? لا. بعيني كده بس. اشوف واشوف شكله عامل ازاي. اه 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 بتاعه والعرض والعمق. وفي اي طلع في اي اديمة في اي اي فرصات طلع اي حاجة يشوف اه شوف الريحة بتاعته كده. خلاص بعينيه كده انا واقف. بقى خلاص تماما كده فتحته وكار حتيك فتحت حاجات استرائيل. هل بقى ابتدى تغير? لأ. انت عندك دلوقتي بتاعك مسلا بداديين او بداديين مقفولة. يعني بداديك مقفولة. هل كل بقى ما ديجي تشتغل مسك الارت اللي بيدك اليمين بالدوميناند ومسك انش عارف ايه? هتزاول. طب ابتدى بقى افتح بقى لوزنج للكافر انسيبتك سوليوشن. البدادين بقى افتح كده البدادين كده اعملوه لوزنج مش تفتحه وترمي الغطأ لأ تعملو لوزنج بس. لو تخليه ايه على على الحرف اللي انك تبقى هتشيل الغطأ تكوب شكرا وترجع الغطأ تاني. فهم قصدي? يبقى تعمل بس سوليوشن الايه للكافر انسيبتك تمام? حاندل ارتري تمسك يابالك يم تتعامل ياما بارتري ياما تتعامل بالايه بالستريل غلافز. استريل غلافز غيري ان الاستمرار قصة يناد كون الناس فيه. حاندل ايه سبونش جوز او كوتون بول ابروبيت يعني هتتتخدم ياما شاشه ياما قطنة وهتستخدم ياما ارتري ياما ايه? ياما غلافز يجب يكون استريل. ليس احنا في مجال استريل. طيب تمام. هتحافز بقى كيب اهما اوي مهم او يا جماعة حدد اتجاه الارتري ده. اتجاه الارتري يكون ازاي? قال لك اتجاه الارتري يكون اه طبعا فوق الويست. ابوف ابوف زي كده بالزبط يا جماعة. زي كده بالزبط اهو. بص ما جال السترائل ازاي? طبعا انت لو نزلت ايدك تحت فانت كده خليت الارتري ايه? بصوا عامل ايده ازاي يا جماعة? عام مش منزلها تحت. كلها فوق الايه? ابوف ويست. فوق فوق النص بتاعه. تمام? لو نزل تحت كلها تحت انت تحت الوست كده انت تحت انها من استرائل. يبقى انتجاه الارتري يكون فوق الويست. ابوف ويست. تمام? ويكون ايه? لتحت كده. تمام? تمام? يبقى انتجاه الارتري ازاي? قال لك كيب ارتري متاع يكون ابوف ليفل اف ويست. ايه? داونور. بط كورس انت هتيجي دلالتي هتددي انك تصب البدادين ده او تصب محلول الملح دوت. على ليه? على الشاشة بتاعتك او على القطنة. تمام? طب لما تيجي تصب احنا قلنا هو محاطب الغطا. احنا عملنا انه بطا لوزن. طب انا عايزي تصب بقى. هتعمل ايه? هتشير الغطا ده وتحطه على ضهره وليس على وشه. يعني مش على وش الغطا على ضهره كده. تحطه على ضهره كده. قبل ما تيجي تصب. تمام? هتشير الغطة هتقص على ضهره. ايه ده بقى عايزي اجي تصب بقى? طب هتصب ازاي? اوعة. 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 تصب في الحتة اللي ناحية الليبل. يعني الليبل هيتوسخ. والليبل لو توسخ هتنقص نص درجة. درجة ولا نص? فين? اهو. اهو. درجة يا جماعة. درجة. لما تيجي تصب. تصب بعكس اتجاه الليبل. يعني هتحط الليبل. ايه? عكس اتجاه الصب بتاعك. خلاص? تمام. هتصب بعكس اتجاه الايه? الليبل. تمام? اه بورينج تصب بقى اللي هو الشاشة بتاعتك. يعني الحال ما تلمسش الايه? حفة الايه? اللي زازة. تمام? اه تعمل بقى خلاص صبيت. هتجي ترجع بقى الغضط بتاعك ان ده ستو على ضهره. ده ترجعه تاني للسوليوشن بتاعه اللي هو العلبة بتاعته بعد ما تصب. تجي تنظف الجرح بتاعك مهم جدا تنظفه بنورمر صليل في الاول. اللي هو اللي هو هنا بكم الكلمة عالقلوزد. هتبقى ستريت او زجزاج موشن. خلاص نضفت بسالين. طريقة الزجزاج موشن او طريقة الستريت. اه بتتلمي الشاشة بتاعتك. تمام? طبعا تتجنب ان هي تلمس اللي هو الارض بتاعك يلمس اللي هو اللي هو اللي هو طبعا مهم جدا تجفف بقى حاطة نورمر صليل تجفف. احنا بس باشا احنا عندنا جرح التعليم يقص بتاعت حاجات. او حاجتين يا عم. الجرح زاد نفسه. وفيه الاتجز الحواليه. وفيه الراويند وفوند. احنا دوقتي بنتكلم على الجرح. نكلم على ايه? عالجرح. عملت الجرح بتاعي بنورمر صليل بطريقة بطريقتين. يا اما زجزاج موشن يا اما ستريت. تمام. نشفت الجرح نشفت الجرح التاعي من النورمر صليل ده. الجرح مش حوالين الجرح. الجرح. طيب انا عايز عدد نورمر صليل وانا شفت الجرح. طيب بدادين. حد باستخدام البدادين. او ايه بس في بعض زمان دكتور ايل. برضو من فوق لتحت. من فوق لتحت. من فوق لتحت. من فوق لتحت. اتجاه وان دايريكشن كده وشكرا. وان دايريكشن ما تروحش تيرجع وتيجي. ما تروحش رايح وجاي. رايح وجاي ده انه تاخد فلسة. تاخد على طول زيرو. زيرو يعني حرفيا. هو وان دايريكشن. يما تغير الشاشة يما لازم تغير الشاشة. او تغير قطن. خلاص? وان دايريكشن. حعملنا له. تس انفكشن. هتمسحه? لا مش هتمسحه. هتسيبه. هتسيبه. يبقى بالجرح بتاعنا. نورمر صليل ونشفنا. ملح ونشفنا. تمام? ما كده حدود ايه? اني سبت سلوش او ما يسبته. حاولي ان نجح. حاولي ان نجح. حاولي ان نجح. نورمر صليل ونشفنا. حاولي ان نجح. نورمر صليل ونشفنا. خلصنا. هنحط ايه? شاشة. وكنا نحط بلاستر. وهو شاشة فوق الجرح. بلاستر تبقى للدريسنج الطور للدريسنج بتاعنا. تمام. هتسيبت تحط لدريسنج بتاعنا. في في الطريق وفي الوقت. هتغطي البيشنت. طبعا من انت خلصت البروسيتجر هتسيبي البيشنت عرياني. اكيد هتغطيها يا جماعة. اسست للبيشنت لكفر تابل بوزيشن. حط البيشنت تاعك في الكفر تابل بوزيشن بتاع. خلاص. حطنا البيشنت في الكفر تابل بوزيشن. هتعمل ايه بقى? هتلبس جلافز تاني. ليه يا البس جلافز تاني? فاكر الووتر بروف اللي حطناه تحت البيشنت. عشان السريل متوسخش عشان ما عادش اغير البيشنت كل شوية. قال لك اه. البس جلافز. وارح شير الووتر بروف. طب ليه البس جلافز? اكيد يا باش انت غيرت وملح وبدأ دينوا على حاجة. فيه افرازات نزلت على على الووتر بروف دي. هتنسكها بيدك? بالعقل هتنسكها بيدك? لا. هتلبس جلافز وتروح تشير الووتر بروف دي وترميها. صح? اللي هو بقى هترميها فين? في ال ايه? الووتر بروف باك. اللي هو جسة الزبالة بتاعتك. وضغط جسة الزبالة دي تلفاها كده. وتتخلص منها. موووف للايه? للايه الباك بتاعتك. تمام? florized Ch naturale crime and recognize membucahi equipment اتعامل医 UCIF les subconscious. rumour kes medical and supplies between YOU. einmal تقريبا ملي هو الساب ليس السبالة داخلك. اعم لا الشيء. اما تقريبا وini على السبالة داخلك كما لانتنظف الصبالة كما ويلية انها أزالة الده ممكن بس البدادين لاiant استخدام الكouside لو وقع ازالة المبرة بداتين. لازم تنظفها كده لا تخليه كده بداتين من برة شكلها يبقى حلوس لكن في الاعتبار جيد في الوكومنت طبعا تبكر المستشفى دي تتنظف مسلا بمية وصابون فكذا تبعاتهم من التعقيم هو يحطوهم بقى في دورة التعقيم وهكذا. طبعا ما كده مهمة جدا انه على دراجتين في كل يعني كل شوية من قولها على دراجتين. خلاص. دي بقى طبعا لهم حاجة اعمل بقى 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 اعمل للبين يعني اقول خلاص امش كان مشكلة انا في الاول انه هو بقى اعمل للبين. انه هو موجود بقى اشوف بتاعته. بقى بحط طبعا للبين والوقت. نوع الون دي ايه? هل هو او مكانه فين? هل هو في الاوب دي اما هل هو في الريفت ار هل هو في الريفت ار هل هو في الريفت وهكذا. اي اي استخدمته? مش هتكتب بس هستخدمت الصراعي البداديين ده. ده مستخدمش حاجة سبسيفك. ده طبيقة اللي تستخدم حاجة دي. حاجة سبسيفك مثل زي مثلا ايم فيه زي جليسين مانيزي شوف دائم فشت kaç ما راست فيها اركونا بأي dames فا من لابسنا خلص فتحنا الحاجات المعاكمة بتاعتنا. عملنا بس ايه? فتحناها كده واسبناها وروحنا عند الجرح. كنا عاملين نوزنج قبلها. وروحنا فتحنا حاجاته. وروحنا عند الجرح لابسنا جوانتش لنشيل الدرسنج القديم. كنت باشوف بقى لو في اي اصلا من غير مقصود. يعني انا جاي اشيله. لقيت صوتجر من شالا في الشاشة. ابتدي برده وعمل دوكومنتيشا. او لو انا اصلا في قال لي شيل اي صوتجر او شيل اي درين. فابتدي الكلام ده هو هو لو قرناه هلاقيه هو 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 فحنقرأ لو في حاجات زيادة فان شاء الله حنقولها جدا مع بعضين. شان ما انتقولش على بقى. تمام? شكرا ان انتو سمعتونا يعني وان شاء الله يبقى هو برسجر سهل جدا. سهل اول انك تجمع في درجات. اه اتمنى يعني تكون فهمت مني. شكرا.